الحادية عشر مساء بتوقيت أبوظبي السابعة بتوقيت جرانيتش مصر جدل سياسي وتردد قضائي إزاء إطلاق صراح مبارك بات مثول الرئيس المصري السابق أمام القضاء فصلا من فصول مصراحية اعتاد عليها المواطن المصري فمن اعتذار قاضي المحكمة بدعي الحرج وإحالة الملف إلى محكمة الاستيناف إلى قرار إطلاق صراحه من تهم سابقة ولكن سجنه بتهم جديد أخرى تبقى قضية حسن مبارك تثير جدلا واسعا ليس فقط على الساحة المصرية بل والعربية أيضا وفي كل مرة يصل فيها الرئيس السابق إلى مكان المحاكمة يحتشد أنصاره ومعارضوه للتعبير عن مواقفهم ولا يصنع من أمر أحيانا من احتكاكات بين طرفين يرى أحدهما أن مبارك يتحمل مسئولية مقتل متظاهرين إبانا ثورة يناير في حين يرى الطرف الآخر أن الأمر لا يتعدى كونه تصفية حسابات سياسية قديمة مصر جدل سياسي وتردد قضائي إذا أطلاق صراح مبارك موضوع حوار الليلة على سكاي نيوز عربي حوار الليلة مع مهند الخطيب نرحب بضيوفنا في حوار الليلة معنا من القاهرة المتحدث باسم جبهة الإنقاذ حسين عبد الغني معنا أيضا من القاهرة المحامي والناشط الحقوقي أمير سالب ومن الرياض الكاتب والباحث السياسي عبدالله الشمالي بإمكانكم أيضا المشاركة معنا في الحوار من خلال طرح الأسئلة والاستفسارات على موقعنا تويتر وفيسبوك وقبل أن نبدأ النقاش هذا موجز من الأنباء مصر جدل سياسي وتردد قضائي إذا أطلاق صراح مبارك موضوع حوار الليلة أرحب مرة أخرى بضيوفنا معنا من القاهرة المتحدث باسم جبهة الإنقاذ حسين عبد الغني ومن القاهرة أيضا المحامي والناشط الحقوقي أمير سالم معنا أيضا من الرياض الكاتب والباحث السياسي عبدالله الشمالي أذكركم أيضا بإمكانكم المشاركة في الحوار من خلال طرح الأسئلة والاستفسارات على موقعنا تويتر وفيسبوك مرحبا بالضيوف إلى حين أن يجهز ضيفانا في القاهرة أنتقل إليك مباشرة أستاذ عبدالله في الرياض مساء الخير مرحبا بك حقيقة غريب ما يجري اليوم في مصر من وجهة نظر الكثيرين اليوم تم إخلاء سبيل الرئيس المصر السابق في قضية قتل المتظاهرين بينما يقبع متظاهرون اليوم داخل السجون في الاعتقال مفارقة غريبة ما رأيك مساء الخير طبعا نحن في الخليج ربما على المستوى الشعبي والرسمي لا شكرنا ما حدث في مصر طوال العامين الماضية كان محل اهتمام سياسي وربما نخبوي وحتى شعبي وبالتالي سأحاول قدر الأمكان أن أقل ربما وجهة نظر موضوعية ومحايدة فالرئيس المصري طبعا نحن ننظر إليه في الخليج وخاصة ربما الجيل الحالي أنه كان جزء من الذاكرة السياسية وجزء من الماضي السياسي العربي وهو لم يكن ربما نشازا فلم تكن الأنظمة العربية كل الحكام هم جزء من الماضي السياسي لأن الحاكم في منطقتنا من العالم يجلس على كرسي الحكم لفترة طويلة يصبح بحكم الأمر الواقع جزء من الذاكرة السياسية والوضع القائم طبعا الوطن العربي للأسف الشديد هو طبعا يختلف عن جميع دول العالم نحن نعلم أن الأنظمة العربية ربما لا يوجد نظاما عربيا يدعي أنه نظاما ديمقراطيا على الطراز العالمي وبالتالي الرئيس حسن مبارك في الثلاثين سنة الماضية هو كان يماثل معظم الأنظمة العربية ليس مبالغة وليس ربما تعاطفا أنه كان لديه ربما تاريخ جيد جدا نعم أنا هنا لا أدافع عن الأخطاء ولكن في نقطة مهمة جدا ربما أركز عليها أن الرئيس المصري حسن مبارك إذا ما قورن مع رؤساء العرب في تلك الفترة كانت مصر تتمتع على طبعا قل الحسنات ربما بأجود الحريات الإعلامية وإلى حد ما السياسية الشكلية وبالتالي لا يمكن مقارنة الرئيس حسن مبارك ببشار الأسد أو بمعمر القذافي أو حتى ربما ببعض الزعمات الشمولية الآخرين طبعا هذه نقطة الأمر الآخر أنه لا شك أن هناك تساؤل كبير في الخليج أن هل محاكمة الرئيس حسن مبارك الرئيس المصري ستحل مشاكل مصر ونحن دائما ما نقول في الخليج أن هناك ربما نوعا من الشهوة في سرعة الانتقام من شخص الرئيس هو الرئيس حسن مبارك نعم هو كان رئيس مسؤولا لكنه كان يشكل منظومة كاملة وبالتالي العملية ربما تحتاج إلى محاكمة شاملة لجميع أقطاب النظام فهل السؤال هنا أن محاكمة الرئيس حسن مبارك ستحل مشاكل مصر أتوقع كأي خليج محايد فيما لو كان الحكم حتى بسجن الرئيس أو ربما حتى بإعدامه ستحل مشاكل مصر فربما يقول قائل ما الحق فأهلا وسهلا لكن لا نتوقع ولا نتوقع شخصيا أن محاكمة رئيس خدمة أربعين سنة كنائب رئيس ثم رئيس بغض النظر عن الأخطار التي ارتكبها بدون مبالغة النهاية التي خرج فيها الرئيس حسن مبارك هي تحسب له ولم يقم بما قام به الرئيس بشار الأسد أو القذافي أو حتى الرئيس اليمني والذي لا زال يتدخل ربما في شؤون بلاده الداخلية ويعطل جزء من العملية الديمقراطية هو خرج في عملية ربما كانت من أفضل العمليات سلمية وحتى مع احتراما الكبير لجميع من سقط شهيدا وجريحا في مصر فإذا ما أخذنا المخرج النهائي للثورة المصرية فهي لا تقارن أبدا مع ما حدث في ليبيا أو اليمن أو ربما حتى سوريا والتي أثرتت الأحداث أن رئيسا يقتل شعب بالطائرات الرئيس المصري لم يقم بهذا الأمر وربما حتى لو كان لديه القدرة وهو العسكر المحترف والطيار السابق هو لم يقوم فهذا الأمر يجب أن ينظر له نظرة شاملة هناك طبعا وجهة نظر سياسية وهي أن الأخوة في مصر يجب أن يستفيدوا كثيرا من التجربة التركية فنحن نتمنى أن يكون الرئيس مرسي أردوغانيا وأن لا يكون أربكانيا في حكمه ربما وتعجي طبعا هذه وجهة نظر شخصية أستاذ عبدالله يعني تمنيات من وجهة نظرك ولكن طبعا الأمر على أرض الواقع قد يكون مختلف إلى حد كبير دعني أنتقل إذا سمحتي لي للأستاذ حسن عبدالغاني أعتقد أصبح جاهزا معنا الآن من القاهرة مساء الخير أستاذ حسين مرحبا بك معنا لا تحدث عن محاكمة الرئيس السابق السؤال الذي طرحته ربما قبل أن تنضم إلينا يعني المفارقة أن الرئيس السابق أخلي سبيله في قضية قتل المتظاهرين بينما عدد من المتظاهرين اليوم موجودين وراء القطبان كيف نفسر ذلك؟ أنا مع تقديري لأخي من السعودية كما سمعت في الفترة التي كانت صوت فيها ضعيف وأحترامي له لا يعرف الشوق إلا من يكابده وفي الحقيقة فنحن في مصر أدرى بما فعل بنا الرئيس مبارك المخلوع على مدى 30 سنة أوصل مصر فيها إلى الحضيد على جميع المستويات لن أتكلم حتى بمعيار الاقتصاد على ما يسمى بتكلفة الفرص الضائعة نحن كنا نتقدم في مستوى الدخل وفي مستوى التصنيع وفي كل مستويات التعليم والصحة وحقوق الإنسان على بلد إسلامي شقيق مثل ماليزيا ونحن الآن الفارق بيننا وبين ماليزيا عندما تولى حضير محمد السلطة في ماليزيا في وقت مقارب لتولية حسني مبارك وفي الحقيقة حتى بعده وما فعله حسني مبارك في هذا البلد لا أدركنا كم الخراب الذي أوصلنا إليه حكم الفساد والاستبداد الذي أتى به مبارك هذا لا يعني أننا في عهد أفضل في الحقيقة نحن كثوار نعتبر الآن أن عهد الإخوان المسلمين وعهد محمد مرسي هو بامتياز امتداد لعهد مبارك سواء فيما يتعلق بالاستبداد أو فيما يتعلق بالانقلاب على الثورة ونقول أن نظام الثورة المضاد موجود الآن في مكتب الخراب أو مكتب الإرشاد في المقطم وفي ممثل هذا المكتب في الاتحادية المعروف باسم السيد الرئيس محمد مرسي وبالتالي نحن نقول كثوار نحن لن نعمل بطريقة مكافلية على طريقة أن عدو عدوي هو صديقي لا نحن نقول لدينا معركة مع النظام السابق بكل فساده واستبداده ولدينا معركة أيضا مع نظام الإخوان المسلمين الذي يمارس نفس الفساد ونفس الاستبداد وإذا كان مبارك قد قتل حوالي 850 إلى ألف شهيد في الثورة فالنظام مرسي قتل حوالي 75 شهيدا في أقل من ثمانية شهور وعندنا أكثر من ألف مصاب ولدينا مسألة القصص للشهداء هي في عهد مرسي أو في عهد مبارك لن نتنازل عنها ولن تتم مصالحة وطنية شاملة في هذا البلد ولن يتحقق توافق وطني ولن يعرف الناس أن هناك ثورة حصلت عظيمة في هذا البلد قبل أن يتم القصص للشهداء سواء من مبارك أو من مرسي الأستاذ عبد الله طرح عدد من النقاط أهمها مسألة الشهوة للانتقام كما ذكرها في محاكمة الرئيس السابق هل بالفعل هناك شهوة للانتقام من الرئيس السابق الأستاذ عبد الله قال على الأقل يكفي أن خروجه في نهاية الثورة يعني يحسب له مقارنة مع ما جرى في دول عديدة أخرى في ليبيا وما يجري اليوم في سوريا على سبيل المثال مرة أخرى أقدر بكلام أخي الدكتور عبد الله أو الأستاذ عبد الله لكن في الحقيقة أنا أقول له مرة أخرى أن ليست هناك شهوة للانتقام ولكن هناك إعمال للشريعة والقصص جزء من الشريعة الإسلامية هناك إعمال للعدل وهو لإعمال القانون وبالتالي ما نقوله هو ليس شهوة للانتقام ولكنه إقرار العدل بمعايير شريعتنا سواء شريعة الإسلام أو كل الشراع السماوية أو بمعايير القانون والرئيس محمد أنور حسني مبارك تسبب في قتل ما يقرب من ألف شهيد من أعظم وأنبل شباب ثورتنا وتسبب في إصابة ما لا يقل عن عشرة ألاف مصاب وعن أكثر من ألفين مفقود وعن ألاف المعتقلين في عهد هذا الرجل هناك أكثر من ألف معتقل دخلوا إلى السجون في مصر وكان ترتيب مصر في سجل حقوق الإنسان هو الأسوأ ضمن الخمسة مراكز الأولى في عهد هذا الرجل شهدت مصر فساد لم تشهدوا في تاريخها كله حتى في عهد الاحتلال البريطاني الغاشم على أول حركة مثال واحد بس في عهد هذا الرجل تم سرقة ما يقرب من 16 مليون فدان من أراضي مصر بحوالي ألف مليار جنيه مصري نهبت مصانع القطاع العام بحوالي ستمائة مليار جنيه تقدر بعض المكتب الفيدرالي المحاسبة الأمريكية أن ما حول من قبل مبارك وجماعته ورجال الأعمال المحيطين به ودائرة الفساد التي كانت موجودة ما بين عام 2001 إلى 2008 هو حوالي 59.6 بليون دولار حوالي تريليون جنيه أنا تتحدث عن حوالي 3 تريليون يعني 3000 مليار تم نهبهم في مصر في أجزاء من عهد مبارك وليس في عهده كله لو حسبنا الحزبة كلها ستكون ونحن نقول أن هذا الرجل أضاع قيمة مصر في المنطقة وجعل مصر مجرد ولاية تابعة للولايات المتحدة وتجلس تحت الحزاء الأمريكي والإسرائيلي لا يعني هذا أيضا مرة أخرى إلا أن الرئيس محمد مرسي واصل نفس السياسة ونتذكر خطابه الودود إلى صديقي العزيز شيمون بيريز وإلى اتفاق الذي وقعه والذي يكرس إبعاد المقاومة عن إسرائيل فنحن بامتياز أمام نظام هو استمرار لنظام مبارك وتنكب لكل أهداف الثورة والثوار الآن لديهم معركة مع الاثنين ولن يتوقفوا حتى تستعيد مصر قيادتها لأمتها العربية والأمتها الأفريقية والإسلامية ولن يتوقفوا قبل أن ينتهي تبعية مصر للولايات المتحدة ولن يتوقفوا قبل أن يقيموا عدالة انتقالية تضمن القصص الشهداء وعدالة اجتماعية تنهي عدم توزيع السروة على جميع أبناء الشعب المصر طيب أستاذ عبدالله كيف يمكن حقيقة الدفاع عن شخص مثل الرئيس السابق حسني مبارك في كل ما تفضل به الأستاذ حسين وأنت تعرف جيدا والكثير من الناس يعرفونه حكم فاسد مستبد أسرة حاكمة كانت تتصرف وكأنها في الحكم إلى الأبد كأنها أسرة ملكية جاءت الثورة وأقصي هذا الشخص والآن يتحمل مسؤولية الأخطاء التي ارتكبها في سنوات حكمه يعني ما الغلط من وجهة نظرك في إخضاع الشخص مثل هذا إلى محاكمة عادلة طبعا بدون أي مجاملات نحن نحترم ونقدر كل ما يحدث في مصر وأثق تماما أنه رغم ما يثار من أن هناك تدخلات ربما خليجية في الشيون المصرية فقد تتفاجأ أن هناك ربما قلقا خليجيا رسميا وشعبيا ربما يتجاوز ما يتوقعه الأخوة في مصر وهذا الأمر طبعا لأسباب كثيرة جدا منها أهمية مصر للخليج وخاصة المملكة العربية السعودية والقلق الآن العربي من ربما انهيار منظومة العربية والتي تمثل نحن لا ننظر ثق تماما لا ننظر أي منظومة التي كانت مهمة بالنسبة للخليج أستاذ عبد الله في أيام حسن مبارك ما هي هذه المنظومة طبعا أستاذ الكريم أنا متخصص في الشيون السياسية إذا تحدثنا عن أمور سياسية نحن نتحدث عن عهود سياسية لا يمكن في هذا اليوم أن أشرح لك ما حدث ربما في الثمانينات أو في التسعينات الميلادية في تلك المرحلة كانت هناك منظومة عربية وكان لها ظروفها وكان من ضمن هذه المنظومة العربية الرئيس حافظ الأسد الذي كان ربما على خلاف أيدلوجيا وحتى ربما توجهه مع السياستين السعودي والمصرية فنحن نتحدث عن مرحلة تاريخية انتهت فالرئيس المصري مثل مرحلة تاريخية فيها منظومة عربية على الأقل كان وضع الدول العربية جيدا أنا قد تتفاجأ قبل البرنامج وعبر تويتر طبعا توصلت مع الأخوة المصريين والسعوديين هناك أيضا من الأخوة المصريين من يقول أن وضع مصر ليس أفضل مما كان وأنا لست من الذين يبالغون ولعل الأستاذ حسين ذكر ذلك ربما مباشرة وغير مباشرة فالوضع الحالي أيضا هو بعده ربما عامين لم تعد مصر وإن كان طبعا هذا يعتبر استعجال لكن عفوا رد على سؤالك نحن طبعا لا نتدخل ربما كخليجين حتى كأشخاص في القضاء المصري نقدره ونحترمه لكن كتساؤل سياسي وربما كغيور وحريص على مصر أنه يجب عدم استمرار هذه المحاكمة بحيث أنها تستنزف عدد كبير من القدرات السياسية والإعلامية كنا نتمنى أن حكما ما صدر بسرعة أما قضية أن يحكم بإخلال رئيس فهذا أيضا قانون وكما ذكر الأستاذ حسين نحن نحترم أي قرار قانوني سواء كان قرارا شرعيا وفق مرجعية إسلامية أو قرارا قانوني وفق ربما مرجعية فبالتالي أنا أتحدث هنا عن الغاية فالغاية هي أن نتمنى أن مصر لديها من المشاكل السياسية والاقتصادية التي ربما لها أولويات ويجب عدم ربما إضاعة الوقت وما ذكرت على القضية ربما التركية أن تركيا والتي لا زال دستورها علمانيا هي الآن حكومة إسلامية لم تنتبه لتكل الشكل الشكلات نحن نتابع في الخليج أن هناك لاسف تضيع الوقت في كثير من الأمور المصرية طبعا كل تجربة أستاذ عبدالله كما تعلم لها خصوصيتها ولا يمكن ربما تفصيل نموذج تركي على المقاس المصري وربما الأستاذ حسين يفيدنا أكثر في هذا الموضوع ولكن مضطر أن نتوقف مع هذا الفاصل القصير فاصل ونعود بعده لمتابعة هذا الحوار حول محاكمة الرئيس حسني مبارك ونواصل حوار الليلة حول مصر الجدل السياسي والتردد القضائي إذا أطلاق صراح الرئيس السابق حسني مبارك ورحب مرة أخرى بضيوفنا في هذا الحوار معنا من القاهرة المتحدث باسم جبهة الإنقاذ رسالة حسين عبدالغني من القاهرة أيضا ينضم إلينا الآن المحامي والناشط الحقوقي أمير سالم ومن الرياض الكاتب والباحث السياسي عبدالله الشمري وذكركم أيضا أن بإمكانكم المشاركة في الحوار من خلال طرح الأسئلة والاستفسارات على موقعين تويتر وفيسبوك بعض المشاركات التي وردتنا قبل قليل من المشاهدين جيجي محمد بعثت بمشاركة على فيسبوك تقول فيها من الظلم أن يحكم على مبارك بالبراءة عبير الجبار ترى من جهتها أن بقاء مبارك في السجن أو إطلاق صراحه لا يفيد بشيء ولن يؤثر على الحياة السياسية التي يتخبط فيها مرسي وجماعته أما أحمد محجوب فيتساءل الرئيس السابق لم تثبت ضده أي تهمة فلما لا يتم الإفراج عنه تنوس الجلاد يؤكد من ناحيته أن مبارك لم يقتل أي شخص منذ اليوم الأول لاستلامه السلطة الطيب عبد الرحمن يشير إلى أن براءة مبارك مستحيلة فالشعب سيأخذ حق المتظاهرين الذين قتلوا أثناء الثورة هبا البغدادية ترى أن مصر تعيش الآن أياما جميلة والشعب المصري لا يريد عودة النظام السابق أما عباس زيني فيرى أن الشعوب العربية تميل لغفران أخطاء جلاديها السابقين ويحمل مرسي والإخوان مسؤولية قرار الإفراج عن مبارك أخيرا أسماء سودان تختتم النقاش بقولها مبارك مسؤول مسؤولية جنائية وسياسية عن قتل المتظاهرين والإفراج عنه سيكون خيانة للثورة أعود إلى ضيوفي من القاهرة معنا الآن الأستاذ أمير سالم المحامي والناشط الحقوقي أستاذ أمير مرحبا بك معنا في هذا الحوار ومعذرة للخلل الفني دعني أسألك بداية هل بالفعل الجمهور المصري يضيع وقته كما يقول البعض بمحاكمة مبارك وأنه لا داعي الآن للاستعجال بهذه المحاكمة هناك أولويات أهم لها علاقة بحياة المواطنين اليومية وقوة عيشهم وأمورهم الحياتية هل بالفعل هذه المحكمة هي مسرحية كما يقول البعض منذ البداية لا يعني أنا أحب طبعا أوضح أنه من الهم جدا أن احنا ما نقعش في خلط الأوراق بعضها البعض المسألة الأولى أنه دولة القانون تقتضي بشكل واضح وقطعي وطبقا لقانون الإجراءات الجنائية وطبقا لقانون العقوبات أنه من كان في سدنة السلطة وفي قمتها عليه أن يحاسب على قتل السوار والمتظاهرين والإصابات التي وصلت إلى حد إصابات تعجيزية بالكامل ما ينفعش أننا أكون إذا محاكمة لابد أن يتم فيها تطبيق العدالة والوصول إلى الحقيقة وأخلط هذا بأوراق ما يحدث الآن يعني أنا لو سألتني سياسيا هقولك طبعا إحنا بقينا في أضواء في أوضاع أسوأ بكثير جدا فيه انهيار لدولة القانون فيه انهيار للأمن فيه انهيار للوضع الاقتصادي وممكن المواطنين في مصر يقولك أنا لا يعنيني لا مبارك ولا مرسي أنا اللي يعنيني أن أنا مش لأي لا أمن ولا آكي لا غزاء ولا تعليم ولا صحة وبالتالي هذا الحديث بتاع النخب والإعلام هو حديث عبسي بالنسبة لي فأنا بقول أنه بشكل واضح لابد من استمرار مصار قضية محاكمة مبارك أما إذا كان القانون بيسمح له بالخروج من الحبس الاحتياطي فهذا حقه تبقى لقانون الإجراءات الجنائية ونحترمه وينتهي الأمر أنه أيضا لابد من محاكمة مرسي على الجرائم التي ارتكبها ضد الشعب المصري في زمن قياسي لم يتجاوز بداية من الشهرين لغاية أدحنا 9 أو 10 شهور فمش عاوزين نخلط ولارق ببعضه إحنا هنحاكم ده وهنحاكم ده طيب أستاذ عبدالله ما رأيك أنت تقول أنه ليس هناك داعي لهذه المحاكمة كما ذكرت قبل قليل ولكن الأستاذ أميري يقول لك أنه لا يمكن الخلط بين المسألتين تطبيق القانون وتثبيت دولة القانون أمر مهم ولكن هذا لا يسير ذلك بموازات مسألة النهوض بالبلاد وتحسين أوضاع المواطنين ما رأيك؟ يأثق تماما أن وجهة النظر الخليجية تتمحر حول ثلاث نقاط سريعة النقطة الأولى أنه عفى الله عما سلف وهذه القضية ليست قضية عاطفية إنما ربما قد يكون لها عكاسات اجتماعية ودينية وهذه مسألة معروفة النقطة الثانية أن أولوية مصر الحالية هي في البناء والتنمية وأعطاء نموذج ربما ممتاز جدا للربيع العربي نحن الآن إذا أغفرنا النماذج الأخرى ثق تماما أن فشل الوضع الحالي في مصر سيعطي دلالات سيئة جدا وقد تتفاجأ أن خليجيين يقول هذا الأمر ستعطي دلالات ربما مخيبة للأمال لأي عملية ديمقراطية في المستقبل بل أن فشل العملية الديمقراطية الحالية في مصر ربما ستعطي دعما للأنظمة التي لم يحصل فيها تغيير أن هذا النموذج سيء النموذج البديل لنموذج ديكتاتوري وبالتالي من الأفضل البقاء على ما هو عليه الحال الأمر الثاني أنه فعلا وكما ذكرت ربما في النقطة الأولى أن الوضع الحالي العربي وضع صعب جدا نحن نرى الآن إلىين تنتجي الأزمة السورية وبالتالي نحن نعلم أن القاهرة حاليا مشلولة سياسيا وهناك دول كإيران وتركيا ربما يسرحان ويمرحان في المنطقة العربية بسبب غياب مصر نحن نتمنى وأنا هنا لا أعطي مثاليات أن مصر تعود إلى الوضع السياسي أن تركز على الأولويات وأن تركز على الأمور الكبيرة جدا الرئيس المصري هو لن يعيش ربما في آخر أيامه وفي عمر كبير جدا يجب أن يعطى حكما وإذا صدى القرار بإطلاق صراحة يجب أن يحترم أيضا هذا الحكم بالتالي هذه ربما وجهة النظر الخليجية نحن طبعا نقلق كثيرا لحالة ربما الالتفاف أو حالة الاصطفاف الحاصلة في المجتمع المصري ونتمنى أن حالة التنفيس أن تكون انتهت نحن في بداية الثورة المصرية كنا نراقب الوضع المصري وكنا نتوقع أن هذا التنفيس طبيعيا لشعب طبعا كان محكوم بالحديد ونهار طوال 40 سنة نحن الآن نتحدث عن السنة الثالثة في الديمقراطية المصرية أنا أقول رسالة الآن لإخوان المصريين الضيوف أو الجمهور المشاهد أن على مصر الآن مسؤولية تاريخية لإعطاء أفضل نموذج للربيع العربي وأن هذا الربيع العربي هو فعلا ربيع ليس شتاء وليس صيف وليس خريف كما ذكر ربما المعارضون للثورات العربية سيد حسين ما رأيك هل مصر تتحمل هذه المسؤولية إعطاء النموذج المثالي للربيع العربي أم أن هذه مسألة لا علاقة لها بما يجري في مصر هناك مشاكل كثيرة في مصر ومصر خارجة من ثورة وهذه الثورة تتطلب بعض الوقت حتى تستعيد البلاد نوع من الاستقرار أخي العزيز قبل أن أجيب دعني أقول في الإشارة التي أشار إليها الأستاذ عبدالله في البداية قبل الفاصل أنا بالفعل أقدر جدا ما قاله حول قلق دول الخليج العربية حول الشأن المصري وهذا يعكس إدراط أهلنا في الخليج لقيمة مصر في أمتها كما أقدر ما قاله أخيرا من أن لا بد أن تعود مصر إلى دورها حتى توقف هذا الجموح في طموحات إقليمية تريد أن تضعف وزن الأمة العربية في مواجهة ما يمكن أن نسميه بدول الجوار الأغرافي وطبعا في مواجهة عدوها الرئيسي وهو إسرائيل لكن أنا أقول أيضا لأخي الأستاذ عبدالله أن إعطاء مصر النموذج يرتبط بقدرتها على أن تقيم بناءا ديمقراطيا مبنيا على أسس سليمة ومن هذه الأسس السليمة أن يكون هناك مصالحة وطنية شاملة وتوافق وطني هذه المصالحة الوطنية وهذا التوافق لن يتم إلا بإنهاء مشكلة الدم هو يعرف أنه لا دية إلا على القتل الخطأ وأن القتل المتعمد للشهداء سواء في عهد مبارك أو في عهد مرسي وكما قال أخي الأستاذ أمير سالم لابد أن يحاسب الأثنين لابد أن يحاسب مبارك ولابد أن يحاسب مرسي وبشكل قانوني وتقل لإجراءات قانونية للعدالة الانتقالية أنا ما أقوله هو بالضبط ما يقوله الأخ عبدالله لكن الطرق تختلف وأنا أعتقد أن أهل مكة هنا أدرى بشعبها ما لم يتم القصاص للشهداء وإيقاف هذا الجرح المفتوح لحوالي 1500 من أهالي الشهداء ولحوالي أكثر من 15 ألف من أهالي المصابين الذين فقعت عيونهم أو ضاعت أرجلهم أو أدرعهم أو حل ملف المفقودين لن تستطيع هذه الدولة التقدم إلى الأمام لتحقيق أهداف ما أسماه أخي الأستاذ عبدالله في النموذج الربيع العربي نعم مصر كما قلت أخي الأستاذ مهند نعم مصر مسؤولة ومصر ملتزمة بأن تقدم هذا الدليل على أن الربيع العربي والديمقراطية هو السبيل لتحقيق التقدم في العالم العربي كله وأنه ليس هناك تعارض ما بين الإسلام كموروث حضاري وبين الديمقراطية كأداة لحكم الشعب لنفسه ومحاسبته لحاكمه وبالتالي أنا أعتقد أن القصص للشهداء يفتح الباب فورا لما تفضل به أخي الأستاذ عبدالله وهو فكرة تقديم نموذج للديمقراطية المشكلة التي تواجهنا الحقيقة هي لي أن النظام الموجود في مصر الآن أنا في رأيي أنه معادي للديمقراطية وهو نموذج الاستبداد ولكن بطبع دينية فهو يضيف إلى كوارث عهد مبارك وإلى فساده واستبداده عداء لفكرة الدولة الديمقراطية وهو عدو للمرأة وعدو للصحافة أستاذ حسين للأسف أقاطعك وأقاطع الضيوف الآخرين لمتابعة الأوضاع في مدينة بوستن الأمريكية حيث وقع انفجران قبل قليل أعتذر جدا عن عدم متابعة هذا الحوار أود أن أشكرك الأستاذ حسين عبدالغني المتحدث باسم جبهة الإنقاذ كان معنا من القاهرة وأيضا كان معنا المحامي والناشط الحقوقي أمير سالم من الرياض أشكر ضيفي الأستاذ عبدالله الشمري الكاتب والباحث السياسي ومع ذرة مرة أخرى مضطرين للانتقال إلى مدينة بوستن الأمريكية حيث وقع انفجران هناك عند خط نهاية سباق الماراثون موسيقى